كلمتنا المفضلة دايما هي كلمة حدا يسألنا عن سبب منقل له بهذا الفيديو رح نكون عم نعطيكم بعض البدء لا تقدروا تستخدمها مع أشخاص عم تحكوا معهم أو حتى إذا عم تكتبوا شي معين وشخص آخر عم بيصلح وراكم وبس يشوفكم أنكم أنتم نوعين بمصطلحاتكم رح تبهروا لهذا الشخص قبل ما نبليش إذا بعد كون مش مشتركين بالقناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشارات لدينا عم بيصل لكم كل فيديو جديد عم نقزله قبل ما نبليش نوعة البدائل بدي ألكون أنه أكيد إذا استخدمنا بيكاز بلنا خطأ لأنه أصلا نحن معوادين أنه بس حلو نسألنا عن سبب وبدنا نحكي سبب منقل له بيكاز ومنحط السبب من بعده ولكن نحن وعم نحكي أو عم نكتب نحن منا لحالنا إذا شفنا حالنا مستخدمين بيكاز 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 كل الوقت رح نحس حالنا غلط وحتى الشخص يلي عم يقرأ إذا شايفنا أنه مضل عم نستخدم بيكاز هون بيكاز هون بيكاز هون حيقول أنه ما بيعرف إلا هيدا الكلمة الشخص يلي عم يكتوب كلمة لهيك رح أعطيكم بعض البدائل يلي بتعني أيضا بيكاز اللي بتعني أنه من بعد عم نعطي سبب ولكن مش بيكاز رح نبلش بالبدائل الأول اللي هو سينس 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 أيضا هي يعني كتير إذا بتكون قريبة أو شبيهة بيكاز رح أعطي مثل يعني 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 عنقول لي أنه أهلي مش حيقدروا يجوا هيدا عطلة نهاية الأسبوع أنا بقتريح أنه نحن نروح على المسرح لكن أول بديلة بيكاز هو سينس البديلة الثانية هو آز كمانة very similar to because وحلو بي آز أنه we don't need to change the whole sentence ما في ضيعة نحن نغير بكل الجملة لنحط آز الجملة مثل ما هي منزيد علي آز رح أعطيكم نفس المثل As my parents cannot come this weekend I suggest we go to a movie theater يعني أيضا because my parents cannot come this weekend I suggest we go to a movie theater لكن تاني بديلة لبيكاز هي آز بديل آخر لبيكاز هو out of out of out of هيدا بنستخدمة بس نحن نكون عم نحكي عن مشاعر أو عن أحسيس إن كان أنا عم بشعر فيها أو عم بوصف إنه شخص آخر عم يشعر فيها كيف يعني؟ رح أعطيكم المثل بدل ما أقول She was أو She did this because she was curious She did this because she was curious بمعنى عملت هيدا الشيء لأنها فضولية بقول She did this out of curiosity She did this out of curiosity بمعنى عميت هيدا الشيء من بيب الفضولية She did this out of curiosity مثل آخر He was shaking out of fear He was shaking out of fear بمعنى كان عم يرجف من الخوف مثل ما شفنا أنه من بعد out of عم بيكون فيه إذا بد تكون صفة فضولة خوف إلى آخره عمنا أيضا برديل اللي هو As long as As long as بس نحن نستخدم As long as بنكون عم نقول طالما يعني فيه Two actions عم بيصير For example As long as My daughter is sleeping I can't finish this video As long as My daughter is sleeping I can't finish this video بمعنى فيه Two actions هون عم بتصير يعني البنت نيمة As long as طالما بنتي نيمة أنا فيه يخلص هيدا الفيديو يعني إذا فئت بنتي أنا ما فيه يكمل هيدا الفيديو يعني Because my daughter is sleeping I can't finish this video لكن As long as My daughter is sleeping I can't finish this video بالإضافة في عنا So So بس بدنا نستخدمها بدنا نعمل Rewarding للسنتنس كلها ييتا يعني بدنا نصير نحن نكتب الجملة كلها ييتا من أول وجديد كيف يعني؟ يعني مثلا Because my tooth ached I booked a dental appointment Because my tooth ached I booked a dental appointment بمعنى لأنه وجعني درسي أخدت موعد عن تحكيم لسنين Because my tooth ached ولكن إذا بدأت استخدم So أنا بتصير الجملة على الشكل التالي I had a toothache So I booked a dental appointment I had a toothache So I booked a dental appointment يعني كان عندي وجع درس لهيك أخدت موعد عن تحكيم لسنين I had a toothache So I booked a dental appointment بدي الآخر لأ because عنا thanks to Thanks to Thanks to ممكن إنه تجي positive ممكن إنه تجي negative ممكن إنه نكون عم نحكي عن شيء إيجابي ممكن إنه نكون عم نحكي عن شيء سلبي رح أعطيكم المثال عن شيء سلبي For example Thanks to my brother who burned the dinner Now we will all have to wait for pizza delivery Thanks to my brother who burned the dinner Now we will all have to wait for pizza delivery بمعنى شكرا لخي لأنه حرق العشا هلأ كلنا بنكون نطرين البتزا ديليفري Thanks to my brother who burned the dinner Now we will all have to wait for pizza delivery بدي الآخر اللي هو Due to Due to Due to رح أعطيكم المثال علي بمعنى ليسوء الأحوال الجوية رحلة الجوية التغيت Due to bad weather conditions The flight has been cancelled عمنا أيضا As a result of As a result of As a result of بمعنى نتيجة كيف يعني رح أعطيكم المثال As a result of his efforts He entered one of the best universities As a result of his efforts He entered one of the best universities بمعنى نتيجة لمجهوده هو يقدر أنه يدخل لجامعة من أهم الجامعات As a result of his efforts He entered one of the best universities أخر بردين معنى هو Now that Now that Now that كمين Very similar to because For example Now that my brother is home We can finally have dinner Now that My brother is home We can finally have dinner بمعنى أنه لأنه خيه وأخيراً وصل على البيت فينا نحن نتعشة Now that My brother is finally home أو Now that My brother is home We can finally have dinner رح نرجع عن عيات كل البداية اللي أخدنيهم بهيدا الفيديو لكن بدل ما نكون عم نستخدم because بكثرة فينا نكون عم نقول Since As Out of As long as So Thanks to Due to As a result of Now that مع هون البداية اللي منكون وصلنا لختم هيدا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا استفدتم منه مثل العادة إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتكتبوا قراءكم بالتعليق إذا بعدكم مش نشتركين بقناتنا ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشعارات اللي يضل عم بيصال لكم كل شي جديد عم ننزله أنا بلاقيكم بالفيديو القادم Bye